اشتركوا في القناة سبحان الله بدأت ابحث في هذه السورة العظيمة وقلت لابد ان اجد معجزة ترد على هذا الملحد الله تعالى ماذا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فسبحان الله كلما انتقد ملحد القرآن الكريم ظهرت معجزة جديدة تأملت هذه السورة ووجدت ان الله في اخر هذه السورة يقول ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله اعلم بما لبثوا انتهت القصة عنده لبثوا انتقل الحديث بعدها له غيب السماوات والارض الى اخره الصفات الله تعالى وفي بداية القصة يقول تعالى لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا ايضا امد نحن نقص عليك نباهم بالحق هنا بدأت القصة قلت سبحان الله اصحاب الكهف لبثوا ثلاثمائة وتسعة سنوات والقصة تبدأ بلبثوا وتنتهي بلبثوا فكم هو عدد الكلمات وكانت المفاجأة قمت بعد كلمات السورة او القصة من لبث الاولى الى لبث الاخيرة وكان الرقم ثلاثمائة وتسعة كلمات بعدد السنوات التي لبثها اصحاب الكهف سبحان الله واثناء العد عندما وصلت لقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة كان رقم هذه الكلمة ثلاثمائة سبحان الله بالله عليكم هل يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام ان يؤلف لنا قصة ويضبطها بهذا الشكل البلاغي الرائع ويأتي عدد الكلمات من لبث الى لبث يساوي ثلاثمائة وتسعة ما لبثوا اصحاب الكهف ان هذه المعجزة ترد على كل ملحد يدعي ان هذا القرآن كتاب بشر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة